حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرقة معك حق من كانوا لصوصا أصبحوا نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمدا لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي كيف نقبل أن نخدع الناس؟ يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخل البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه مارا في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين آتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكون ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أم صدقيني لا حيلة في الرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالحناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبد الرحمن لا أدري أهو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خير يا أبي بورك لك يا أبني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنزة من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكون كجده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبيا أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته ترجمة نانسي قنقر